بالمقابل مشاهدين وفي أول رد على مطالبة الصادرة بطرد السفيرة في واشنطن وأغلاق مقر البعثة الدبلوماسية ببغدادة أكدت وزارة الخارجية الأميركية التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة السوداني وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيوميلر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أنه طلع على تصريحات الصادرة إلا أن واشنطن تثمن علاقاتها الواسعة والاستراتيجية مع العراق وأضف أن إدارة البيت الأبيض ملتزمة بالعمل مع الحكومة العراقية لتوسيع الفرص لجميع العراقيين ودعم استقرار العراق الأمني وسيادته